إحنا لعبنا كودفور وكاميرون ونيجيريا وغانا ومكانوا منتخبات مش طبعية نفس التشكيلة كده بتاعة السنغال إذا ده مستحيل مش زي ده فاكر وقولك دي ركبة ويايا توريه وعبدالله توريه وكودفور ونيجي نروح مديانهم لأنشان أنا مركز لعب المصري ما بيركز أو الشعب المصري يعمل أحسن حاجة عنده نكلمك بأمانة حطين ده احتضغط آه إنما خد العشرة جنيه قفل المحل وقعد حاطة رجل على رجل لغاية لما يتزنق تاني ينزل يكسر الدنيا يعني أنا بسبح اللعب المصري بالصناعي عايز وعايز يكسب وعايز وعايز يشتغل للنهار صبح وحد يقول إحنا نكسب إيطاليا ونجيب جنف بوفون رأيك حد يقول كده عشان اكرام على مندي إنه مندي أعظم حارس في العالم لا 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 أعرض هذا الفضاء يحط له ابن قدان إن شاء الله يعني صلاح هيعملها له كده مربوش هيعملها له كده الوقت يجي حاجة فائق اليومين دول احنا عنده لعيبة تقيلة برضو يعني إحنا لأ لعيبتنا تقيلة ودايما الله يرحمك يا كابتن جوهري دايما نقول لك مهما عليه هو سونج ده بتاع الكاميرون طبعا وفي زيه ده كان بريم يوسف ومصطفي يونس بتاعنا هنا حاجة بس تتعامل في واحدة وروح زيدان تاك خطفها وداها لتريكة جون طبعا دايما الجور يقول لك عمر زاكي ناطت من فوق كله تريك واحد من أحسن ما هو دفعين الدول الإنجيزي وحطت عين كده يقول لك ده مهما وصل للعيب الأفريكي الأفريكي اللي هي الأفارقة يعني بالشمال الأفريكي الأفريكي بيبقى عنده سنة هو قال لفظ بس أنا مقدرش أقوله يعني ممكن تتعلم لكن زمان بصراحة شبابين معاك بلوقتي اللي هي بالأفارقة كلهم في أوروبا المتحكمين في أوروبا في كرة القدم في أوروبا فالكصة دي خلصت والله يا كابتن برضو عندهم تريكة صغيرة لو دست عليها حتى هتقدر أنا عارف إن هي بتفرق كلبالي تقيل قوي تقيل عبدو ديالو بريستان شرمان مش قليل ولكن أنا عندي صلاح أحسن لعيف العالم ده غرب الأيحد إن شاء الله تريزي جيه فايق مرموش فايق أخيماتش أخيماتش مسجل وصانع بسم الله ما شاء الله إنني لأ رجع المستوى أرجو الناس دي توقف جنب اللعيبة دي أيوة ما ينفعش دلوقتي أقول أصلي ما خدش فلان أصلي خلى فلان أنا قلتها لك كل شبه بعضه سيد زي الحج أحمد زي الحج أحمد كل شبه بعض مفيش حد فارق غير صلاح وأتريزي جيه بكلمك بأمانة يعني اطاري حامد إن إنني طاريح هاي 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 السليه بص يعني أحسنهم في نص الملعب شوية السليه الحريف شوية نعم إنما أنا خلاص اختيارات إيه؟ هو الرجل عامل لك قاعدة كويسة لبعدك إن شاء الله وبعدك هيبقى معك منتخبين دي كويسة أنت كنت زمان بتدور مين هيروح ومين الفراودة أنت عندك خمس فراودة دلوقتي تاخد منهم أي حد وإيه أي حد يلعب عندك 7-8 لعيبة في نصف الملعب عندك الديفينس 10 لعيبة عندك لجوان بسم الله ما شاء الله 3-4 تجوان أنت لو أنت يعني شوف شناو أبو جابل صبحي أنت لو جنش دا رجع بالسلامة إن شاء الله محمود حمدي محمود حمدي محمود جاد والله الزنفلي طبعا لا لا إيجوان والهاني ما شاء الله حتى ما هتقدم نعمل الهاني سنوان عامل شغل عظيم شفت بقى إحنا لما منعنا الاحتراف للإيجوان بقى عندنا إيجوان إزاي؟ أنت كنت عايز تسألني المرة اللي فاتت طب نزود عدد المحترفين ولا نقلل